لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد معناها أن هذه المادة هي لغم فقط من أجل تحقيق أهداف سياسية من جميع الأطراف سواء الذين يطالبون بها لأنهم يدركون تماما المهم هدفها هو تجسيدها وبعد ذلك خوض المعركة مع السلطة من أجل ترقيتها وتطويرها وفرضها في المدارس وكذا 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 وكثير من الأمور هل يجوز عندك تفرض هذه التمازيغ اللي ما زلت ما أطلقت عليها لغة والبنود الأخرى في المادة تؤكد بأنها ليست لغة دستور نفسه يقول هذا وهذا نوع من التناقض إلى جانب التناقضات الأخرى الموجودة في كثير من المواد الموجودة في هذه النسخة المعروضة على الجزائرية إذن إخواني الكرام نقول بأن هذه المادة من المفروض لو كان نية سليمة سواء من المطالبين بها أو السلطات اللي أدرجت هذه المادة أن هذا البند الأول نحيه تمازيغه ذكاليكا لغة رسمية يقول مثلا أن التمازيغ عنصر من عناصر الهوية الثقافية للدولة الجزائرية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها الليسانية المستعمة عبر الطلاب الوطني يحدث مجمع يستند المجمع إلى شغال قصد تجزيدها مثلا في وضع آخر على المستوى الوطني وبعد ذلك تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب أوجب مثلا قانون عضوي شوف هنا اللغم كبير يقول لك هذه المادة صامتة لا تتغير بعد سنوات تمت ترقيتها وتم تجزيد وضعها وصلت إلى درجة أنها تصبح لغة رسمية كيف ستغير المادة وتنزع البنود هذه أم تقول أنها المادة صامتة أو تغير الدستور إذن جعلها لغة صامتة أيضا نوع من الغزل نوع من الغزل الذي أراء تريد به السلطة فقط إسكات طرف معين وهناك معلومات تتحدث أن أطراف في منطقة القبائل الجزائرية ودائما أؤكد على هذه الكلمة أنهم أطراف هناك تريد عقد صفقة مع السلطة بحيث السلطة تمرر هذا الدستور تعطي بعض الامتيازات المعينة للمنطقة مقابل إيقاف ما يطلقون عليه الحراك الشاب بغض النظر عن هذا وأنا أقول أن كل منطقة في الجزائر لديها حقوقها ولا فرق ما بين منطقة القبائل ومنطقة الشوية وما كذا وكذا وكذا البعض يقول بأنني عندما أتحدث بهذه اللغة فأنا أتحدث بلغة عنصرية غريبة يعني أين العنصرية عندما نقول أنا شاوي أرفض أرفض إهانة هذا الطراث بهذه الطريقة هذه المادة ليست فقط لغم مسموم زرعه بوتفليقة كما أكدت من قبل بل أنها أصلا تهين هذه الثقافة تهين هذا المجتمع الذي شوية يمتد في شرق منطقة الأوراس كلها شوية منطقة القبائل القبائل منطقة الصحراء أو كذا وكذا وكثير من الأمور لو أنه مثلا لو تكون هناك منطق حقيقي أنه مثل هذه الأمور لا تكون هكذا يكون العمل الجدي من طرف من أنه إذا كان تريد أن هذا الشيء الموجود تريد أن تحدثه كلغة وتصل به إلى درجة لغة ليس بهذه الطريقة تحط لغة في الدستور وبعد تعمل على ترقيت لا ما كانت هذه الأمور من المفروض أنها تكون خبراء من الشوية خبراء من كل هذه التنوعات الليسانية ويكونوا خبراء حقيقيين وليسوا مسيسين ومؤدلجين من أجل تحقيق أهداف أخرى على حساب هذا العنصر الذي يستحق الاحترام والتقدير في الهوية الجزائرية والهوية الثقافية للمجتمع الجزائري هذا الأمر نخذه بهذا الاعتبار لأنه كنت تنظر إلى المادة ما توجد فيها شيء ولكن هي لغم وبعد ذلك سيستغل من أطراف لن تستفيد منها منطقة القبائل ولا منطقة الشوية ولا منطقة عموم الناس لن يستفيدوا من هذه المادة هؤلاء الناس سيفكرون في لقمة عيشهم سيفكرون في عملهم سيفكرون في ترقيت مناطقهم سيفكرون في كثير من الأمور التي يجب أن تتحقق وخاصة لما إذا عدنا روحوا انظروا إلى المناطق الدولة العميقة في المناطق الشوية وقارنوهم مثلا بمنطقة القبائل تجد الفرق شاسع رغم أنه الشوية شوف الفرق الشاسع أنه الشوية على مدار سنوات هم اللي في السلطة حتى جابوا تفريقة فقط انتقلت السلطة إلى تلمسان قبلها كلها من الرؤساء من هذه المناطق الجنيرالات وزراء الدفاع من هذه المناطق ولكن لم يعملوا يوما لا على فرض هذا التنوع اللساني على حد قول الدستور ولا على على تحقيق امتيازات لهذه المنطقة انطقة روح الباتنة المدن الصغيرة تعباتنا كم من خرج رئيس الجمهورية اليمين زروال من باتنة روح جالمة روح القرية التي ينحضر منها هوري بومدين الذي يعتبر زعيم تاريخي للدولة الجزائرية وشوف الناس كيفاش رههم فقراء وزواء ولو مساكين خلينا من الناس التحتية لهذه المدن والبناء التحتية مسؤولية الدولة اولا وقبل كل شيء اذا اخواني الكرام انا نشوف بان السلطة لا تملك اي ارادة ادى حقيقية تجاه هذا المكون في الثقافي للمجتمع الجزائي لا توجد اي ارادة فقط هناك ارادة سياسية مؤدلجة ايضا من طرف السلطة مقابل مطالب اخرى من فئة معينة مؤدلجة ومسيسة ايضا وهذه المطالب الطالب والمطلوب مؤدلجين مسيسين يتناحرون فيما بينهم ويتقاسمون ويعقدون الصفقات فقط من اجل تحقيق بعض المكاسب التي لا تقدم ولا تؤخر شيء ولكن لو تكون هناك ارادة حقيقية يا سيد الرئيس عبد المجيد تبول قام الجزائريون بحراك شعبي من اجل البناء دولة حقيقية دولة مؤسسات كان من المفروض انه هذه اهم وثيقة دستورية في الدولة الجزائرية تبنى عن طريق مؤسسات حقيقية مشت برلمان طبعا اللصوص برلمان الرشوة برلمان الفساد هو الذي يصوت عليه وبعد ذلك تنزله الى الشارع الجزائري ولا توجد اي مناقشة فعلية بين الجزائريين التلفزيون العمومي مخلق في اوجوه الذين ينتقدون هذا حتى صاروا اساتذة وعلماء في الفقه الدستوري والقانون الدستوري يلتقون فيما بينهم ويسجلوا فيديوهات ويضعونها عن اليوتيوب في شبكات التواصل الاجتماعي التلفزيون الحكومي لم يسمح ابدا بأي صوت يقول لا القنوات حتى التي تسمى خاصة وهي عبارة عن مكاتب لقنوات خارجية ولديها حتى وضحها مزال غير قانوني كلها تريد ان تبرز امتيازات هذه المد الغريب في الامر ان هناك بعض الافكار التي يجري زرحة بطريقة سامة حقيقة ان هناك من يقول انه في حالة في حالة انه ننتخب بلا معناها نهاية هذا المسار الذي بدأ في لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله